نكمل الدرس بتاعنا بتاع البانو الكروب عشان فيه جزء ادفانسد عاوز اقوله عشان ده مهم جدا بصوا بقى احنا دلوقتي عملنا الحركة بتاع البانو الكروب والفيديو هي بتكبر اهي انا عاوزكم تجربوا كتير وتدعبوا بالحكاية دي كتير او يتحركوا من اللي من الشمال ومن فوق لتحت وتخلوها تلف وتلف حولي نفسها وحاجات كده هتقول لي انت ما قلتش حاجات تلف ازاي هقول لك يا سيدي موضوع بسيط جدا مش ديه ده الكيفريم الاولاني لو درست عليه كده اللي فوق ده وده الكيفريم الاخراني كويس الاخراني ده انا لو جيت هنا انا هنا بقدر احرك لو جيت طرعت فوق كده بلاقي العلامة المؤشر عبارة عن ايه عبارة عن روتيت يعني بيلف فانا لو عملتوا كده مثلا تمام كده معناها ايه معناها ان الفيديو هيلف طبعا اللي فات يميني بقى الفيديو هيلف في شمال احنا قلنا كل حاجة بتعامل العكس تعالوا نبص هيحصل ايه اهو لو روحنا لأول الفيديو وعملنا بلاي بصوا فيبقى انا كده ايه اعودوا لعبوا بالحكاية دي اعودوا تجربوا فيها كتير بحيس ان البانوكروب ده لازم تتقنه تتقن الحركة فيه والحاجة فيه انها مهمة جدا من الحاجات المهمة في البانوكروب برضو ايه اللي عاوز اقولها لكم جزء مهم جدا فيه وهو السينك كورسور ايه قصة السينك كورسور ده تعالوا ناخد فيديو هاية فايل اهو تاني نفس الفايل يعني بس عشان ده انا اشتغلت عليه مش عاوز مش عاوز الاخباطكم كويس الفيديو هاية هي الكليباية بتاعتي كويس الكليباية دي لو دوست عليها تيك تيك كده بتجيب لي الستارة دي وبيقول لي حجمها تدي ايه انا كده الصورة دي شدتها لغاية كام 25 ثانية طيب تمام ماشي بصوا بقى انا اللي حاملو دلوقتي ان انا قلتولي بانوكروب انا فيش عندي بانوكروب وبالتالي فيش اي ايه ايه اي كيفريم صح كده اه انا عاوز اقول لكم تاخدوا بالكم من حاجة بس الكيفريم هنا بادي من زيرو وبادي ثانية خمسة ثانية عشرة صح كده فيما ان فيما ان هصغر ده شوية كده فيما ان ايه الكليباية نفسها بادية من كم من ثانية 44 وشوية من ثانية 45 وطلع لغاية 25 ثانية بعديها كويس فبالتالي انا انا يبقى ما فيش علاقة بين الوقت اللي هنا والوقت اللي هنا فيش علاقة باللتين خالص ده بادي الزيرو ده يعني بداية بداية الشغل هنا فدي ساعة بتعمل مشاكل كتير قوي خاصة لو انا شغال بطايم لاين يعني بحط الحاجة في وقت معين طب ايه اللي بيحصل بقى ان انا لو دستله على ده شايفين العلامة دي اللي هي سنك كورسور لو دست عليها كده او ما بدوس عليها بصوا اللي حاصل ايه الكورسور بتاعي هنا شايفين وقف هنا هو لو روحت هنا كده شايفين فيه او ما بدوس هنا بنط الكورسور ده يعني انا هدوس هنا وانتوا عنيكم على هنا كويس دوس هنا كده شايفين الكورسور بيتحرك اروح ادوس هنا الكورسور يجي هنا ادوس هنا يروح الكورسور بأصبح ايه بقى أصبح مساحة الفيديوهي بتاعتي بيتحكم فيها من الكورسور هنا قبل كده أقوله خمس ثواني أربع ثواني طب أنا لو عاوز أعمل من هنا يعني يبتدي الفيديوهي تبتدي وهنا في آخرها يطلح حاجة تانية خالص مش عارف أعملها لأن دي 25 ثانية و أنا عندي هنا شايفين الدنيا مش هتبقى واضحة قوي لا يبقى أنا بفتح السنك كورسور فبيسنك الكورسور يعني المؤشر ده بيتسنك مع المؤشر ده بيتسنك يعني بيمشو زي بعض مراية أدوس هنا لإيه ده بنط أدوس هنا لإيه ده بنط أدوس هنا لإيه ده بنط أو أدوس هنا لإيه تاني اللي هو اللي بتحرك تمام دي بتفيدنا في إيه إن أنا حقوله هنا أدوس له هنا في الزيرو وبصرح لأول إيه لأول الكلباية صح زي مثلا هقوله إن في الزيرو اطلع بره اطلع بره من هنا وحقوله هنا مثلا في الجزء ده تمام دخلي الفيديوهي بتاعتي تمام وفي الجزء ده انا عاوز اعمل اكبر الفيديو هيا هكبر هنا في الجزء ده هكبر الفيديو ده عشان اعرف اشوف هاي هاسغرها كده بحيس ان الصورة ايه الصورة تجبر تملى الشاشة صح يعني هنا عملا اعمل افكتات وكلها باختار بالتايم لاين ببقيتش بقى ببصها قام بعد كام سانية اعمل كذا انا باختار بالرؤية من هنا تعال بص لو شفت دلوقتي بصوا الفيديو هيا طالعة من هنا وبعدين تصبت صغر وهي طالعة عملا تصغر وبعدين لما راحت للاخر خالص كبرت ولما كبرت هتملى الشاشة وتضغط كمان شوية فبقى انا كده اسهل في التحكم جدا ان نعمل sync cursor وانا بعمل ايه وانا بعمل البنوغ بيكون دايس على ال sync cursor ده خلي بالكو هنا بقى ان هنا حاصل ايه ده الحاجة التالتة اللي عاوز ارهالكو فيها اكتر من keyframe يعني ايه يعني اول keyframe اهي كان ايه ادي الكادر اهو بتاعي والصورة برا الكادر صح كان برا الكادر خالص في ال keyframe التاني الصورة ايه الصورة دخلت جوه الكادر بس صغيرة في ال keyframe التالت الصورة ملت الشاشة فبقى انا اقدر اتحكم في اكتر من keyframe وده اللي بتدينا امكانية ان انا اعمل زوم للفيديو تعالوا نعمل حيطة زوم دي اقدر اكتر مسالة عاملية هتحتاجوه في استخدام البنوغروب تعالوا ناخد فيديو مثلا say بتاع مي ناخد الفيديو هاية اوكي هاخد الفيديو هاية بتاعة محاضرة مية مرسي من الناس الشاطرين جدا في ال human development بصوا بقى انا هقصيت اهو روحتي كده شلت اللي ورا بصوا نفسه واني بقى خلاص بزبط الفيديو تمام بصوا انا انا عاوز ده لدي مي وهي بتتكلم كويس لما توصل هنا كده أنا الكادر كله متصور إيه كاميرا ثابتة وهي وقفة ثابتة صح؟ فأنا عاوز عامل زوم عليها خلي الكاميرو يأخذت الكاميرا تعمل زوم وترجع تلك الملققة وتكمل كلامها وبعد أن زوم يرجع زوم أول تاني يعني وهي بتتكلم عادي والكاميرا ثابتة أنا هقرب هقرب شويه وليكن هنا هقرب الكاميرا على وشها كيما لو كنت بقى عمل زوم بالكاميرا في التصوير فبقى ان أنا ما عملتش زوم بالكاميرا الآن الراجل مصور بتاعمل زوم تعالوني اعمل زوم بأدينا بصوا بقى انا بادي بصوا انا السنك كورسور دلوقتي مشكلته ايه راح عامللي او ما دست راح عامللي الكيفريم هنا تمام انا كل اللي هعملوا دلوقتي هروح للأول خالص واجه على الكيفريم ده اعمل راقل كليك عليه وقوله دليت عشان نشيل الكيفريم هنا عشان ما لغبطنيش تمام انا كده لو تلاحظوا انا كده في اول في اول الكليب في اول الكليب خالص الصورة الفيديو هيا مالية الشاشة تمام حاجي بعد كده هقول له مثلا بعد عشر ثواني تمام انا عاوزك تبقى عامل ايه عامل زوم على وشها يعني ابتديلي ابتديلي الفيديو مالي الكتر تمام وبعد كده قرب في نهاية العشر ثواني تكون قربت على وشها معنى كده انه هيبتدي هيبتدي يقرب من اول فريم كام زيرو بمعنى ان انا دلوقتي تعالوني اعمل الحاجات وحشرح لك انا اقصد ايه انا دلوقتي هعمل ايه هعمل زوم ان على وشها اهو بقرب وحزبط هنا كده تمام كده كده هيحصل ايه تعال نتفرج كده هيحصل ايه الفيديو هيا بادية كاملة انا ها قفل الصوت باقرب ايه صوت اقفل الصوت ايه كده ها شايفين ان الكام Mara بتحصل فيها ايه وهي بتتكلم بص الكام Mara بتعمل ايه زوم عليها حاسين ان الكام Mara بتقرب عليها هيا صح الكام Mara بتقرب عليها رغم ان الكادر المصور كان جايبلي كادر كامل فانا كده غيرت التصوير بتاعة المصور خلاص انا قدتها دلوقتي للزوم وخلاص الفيلم هيفضل ايه هيفضل شغال تمام نرجع نكمل البانوكوروب بتاعنا بصوا بقى انا هنا في الثانية زيرو كانت الكاميرا ايه ويت جايب اللقطة كاملة في الثانية عشرة انا قلت له ايه خليلي النتيجة في الثانية عشرة هي ان انا عمل زوم على وشها فهو عمل من الزيرو للعشرة زوم ان تمام طيب انا عاوزه يفضل قاعد شوية عامل زوم ان على وشها عشان انا دلوقتي لو اخترت بعد في الثانية العشرين زوم قولت حلق الكاميرا يعمل زوم ان دخلت عامل زوم قولت على طول بشكلها وحش قولت لان عاوزه تعمل زوم ان وتفضل قاعدة كاميرا شوية على وشها وهي بتتكمل الكورصي بتاعها وبعد انتم راجعها الكاميرا ايه فتحة تاني عامل زوم قولت تمام طيب اعمل ازاي الحكاية دي انا لو حطيت هنا كي جديد حطيت كي جديد ولو اح تمحرك زوم اوت زوم اوت هيحصل له ايه الكاميرا هتخش وترجع هتطلع تاني فانا بصو التكنيك ده انا حاجة على الكي ده هعمل راية كليك واقول له كوبي ايه بقى كوبي الزبطة دي الوضع بتاع الكاميرا هنا وحاجة بقول له في الثانية العشرين هعمل راية كليك واقول له بست معناه ايه معناه ان بصو من دي لدي هتلاقي هي هي نفس وضع الكاميرا صح؟ رغم ان هنا مثلا في النص شايفين الدنيا بتعمل زوم ايه هنا كده بيعمل زوم كده انا قربت خلص لوشها وهنا هو هو كاميرا بحصل لهاش حاجة ليه لان انا اخد نسخة من النتيجة اللي في الثانية العشرة حاطتها هي نفسها في النتيجة الثانية ايه العشرين فمعناها ان يا كاميرا عملي زوم من زيرو للعشرة قربي من وش ماي ومن العشرة للعشرين خليك يوقف زي ما انت يا كاميرا خليك ثابتة وفي الثلاثين بصوا بقى الجديد في الثلاثين هعمل ايه؟ هقوم مكبر الكاميرا تاني وايه؟ واخد الفول كادر بتاعي اهو رجعت للفول كادر تاني تعالوا نشوف النتيجة وبعدين نرجع نبص دين على الكهات بصوا انا ابتديت الفيلم اهو الفيلم بيعمل زوم ان عليها وهي بتتكلم وتشرح للناس والكاميرا بتعمل زوم ان عليها رغم من الكاميرا ما عملتش بعملها بالمونتاج قعد تتكلم عشر ثواني اعمل زوم ان وبعدين هتفضل قاعدة عشر ثواني سابتة هي الكاميرا سابتة عليها ما بترجع ش تاني عشر ثواني هتفضل قاعدة سابتة وهي بتتكلم وبعد كده بعد السنة11 اهي كاميرا ريجعت تبعد تاني بتعمل زوم اوت تاني عشان ترجع للكادر ايه؟ الكادر الكامل يبقى احنا كده ابتدينا ان انا اقدر اعمل زوم ان في وقت التصوير هو اللي عمل zoom n على ايه على المحاضر تمام عشان نرجحها مع بعض قبل بنقفل عليها اهو انا انا اول اول كيفريم الكاميرا فين الكاميرا مالية الشاشة تاني كيفريم اللي هو في الفريم كام الفريم نمرا عشرة انا بحط هنا ايه نتيجة نتيجة الحركة نتيجة الحركة نعمل zoom على وشها هيعمل امتى zoom من الكبير للصغير هيعمل zoom n امتى هيعملها من الزيرو لايه للعشرة هينفز الحركة دي تمام انا عاوزه يفضل قاعد عشر ثواني يقعد عشرين ثانية يقعد ثلاثين ثانية يفضل قاعد عمل زوم عليها ميرجعش تاني هاخد كوبي من الفريم ده وحطه في الفريم التاني فمعنى كده انا في الثانية عشرين يا سوني فيجاس خليك زي زي ما كنت في الثانية العشرة هتفضل الكاميرا ثابتة طب الثانية ثلاثين النتيجة ايه افردها لي خالص فحوم جاي من الثانية عشرين للثلاثين يعمل zoom out عاودكو تجربوا الزوم ان والزوم قاعد ده مهم قوي وشكله جميل جدا وعاودوا لعبوا فيه لقيتوا ان في حاجة بتحصل غلط هنا اعملوا راية كليكة على كي وشلوه يعني اول ما تلقوا ان في حاجة مش مظبوطة حصلت راية كليكة على كي وشلوه بتدوا من اول ايه من اول الصفر تمام ارجو ان تجربوها في اي مشاكل هتبعوني على اما اميلات على ابداع ستوديوز سواء الفيسبوك سواء الشات بتاع الفيسبوك او اميلات الموقع هنا التعليمي وانا حارض عليكم شكرا يلا جربوا